اشتركوا في القناة تحمل مليون برميل من النفط في البحر الأحمر سوق الأمن السيبراني في السعودية يتجاوز 13 مليار ريال ظلوف العاملين من النساء فريق طبي في حائل ينجح في إنقاذ حياة مقيم من هندي بإجراء عملية قلب مفتوح عاجلة نبدأ من الكويت وبعد مئة يوم من تشكيل الحكومة الكويتية السادسة والأربعين الثانية في عهد الشيخ مشعل صدر مرسوم أميري بتعين أربعة وزراء جدد لحمل حقائب وزارية كانت مسندة لوزراء آخرين جاء التشكيل الجديد من أجل تسريع عجلة إنجاز المشاريع والتركيز على وزارة واحدة بعد انقضاء مئة يوم على تشكيل الحكومة السادسة والأربعين في الكويت يتصدر تشكيلها مرة أخرى العناوين حيث صدر مرسوم أميري بتعين وزراء جدد في خطوة لإعادة توزيع الحقائب الحكومية ملفات التعليم والصحة والإسكان والأشغال أولويات تهم الشارع الكويتي وهو ما دع الحكومة إلى تسليم تلك الحقائب إلى وزير مستقل حيث يرى البعض بأن تسليم وزير لأكثر من وزارة في وقت واحد كان أحد أسباب تأخر تنفيذ بعض المشاريع والقرارات أربعة أسماء جديدة داخلت الحكومة بعد المرسوم الأميري الأخير حيث تولى خليفة العجيل وزارة التجارة والصناعة فيما تولى عبداللطيف لمشاري الشؤون البلدية والإسكان أما التربية والتعليم العالي فقد أسندت إلى الدكتور نادر الجلال فيما تولت الوزير الثالث في الحكومة نور الفصام وزارة المالية والشؤون الاقتصادية والاستثمار وبدخول الفصام يرتفع عدد المقاعد النسائية في التشكيل الحكومي إلى ثلاثة إلى جانب وزيرة الأشغال نور المشعان ووزيرة الشؤون والشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة العدد الحالي لأعضاء الحكومة السادسة والأربعين في الكويت وصل إلى خمسة عشر عضوا وهو ما يقترب من متوسط عدد وزراء الحكومات الخمسة والأربعين السابقة في الكويت التي تراوح عدد وزرائها بين عشرة وزراء واثنين وعشرين وزيرا في حكومة سعد العبدالله عام ألف وتسعمائة وتسعين ومع دخول وزراء جدد فالحكومة الحالية في تحدي جديد لإنجاز أكبر عدد من المشاريع في ظل غياب مجلس الأمة شهد المتروك العربية من الكويت انضم إلينا وزير الأعلام الكويتي الأسبق سامي النصف سيد سامي أهلا وسهلا بك معي في نشرة الرابعة هذا أول تعديل وزاري في الحكومة الكويتية بعد حل البرلمان ما هي أهمية هذه القرارات أولا أسعد أخي خالد بالحوار معاكم مع العربية أنا أعتقد أن المتغيرات كثيرة أقول ربما أحتاج إلى تسليط الضوء على بعض الأمور نعلم أن هذا التغيير يتم بالحكومة بعد حل مجلس الأمة مجلس الأمة وضمن الدستور الكويتي كان يقيد عدد الوزراء في 16 وزير وما كان الأمر عملي على الإطلاق وقضية غير مسبوقة في أي ديمقراطية أخرى هذه واحدة الآن الباب قد فتح لزيادة العدد الآن 15 ويمكن حتى مضاعفة هذا العدد وهذه قضية هامة جدا كذلك كنا ننشقل كثيرا بقضايا السياسة وهي هواء ساخن الآن التوجه بالكويت بالمطلق لقضايا الاقتصاد ولقضايا التنمية كذلك لربما درس يتم الانتفاع منه بالمحيط العربي وضمن الدول التي تمارس بها ما يسمى بالديمقراطية الشرق أوسطية يعني الدمقراطية التي فيها فقط تشابه أسماء مع الدمقراطيات الممارسة بالدول المتقدمة ما نشهده أخي خالد أن دول تمارس بها هذه الدمقراطية وكنا نعاني ما نعاني إلى قبل ثلاث أشهر لا يهم عند تلك الدول أن تدمر الدولة أن تتجه إلى حتى حروب أهلية إلى أن ينهار الاقتصاد تنهار العملة كل شيء مقبول في سبيل بقاء هذه اللعبة نحن بالكويت لا قلنا لا أن هذا القطار المتجه بنا إلى الهاوية عليه أن يتوقف وهذا ما تم ولربما هذه التجربة التي تحتاج أن ينهارها بالمحيط العربي أنا أقول لك حاجة بتجرد كامل وأنا بهذا السن مستقبلي خلفي وليس أمامي ولا مصلحة لي مع الحكومة ما أنجزه بالثلاث أشهر الله خليك ما أنجز بالثلاث أشهر هذا يعادل أكثر مما أنجز بالثلاثة وثلاثين عام الماضية بل على العكس من ذلك الإنجاز اللي رأينا أولا رأينا محاربة جادة للفساد اللي يعني مس كل قطاعات الدولة ومس الإدارة حتى البناء الأساسية يعني الطرق انهارت كل الأمور أسيء لها ضمن اللعبة السياسية السابقة الآن للمرة الأولى نرى متغير المتغير الثاني أن هؤلاء الوزراء الشباب هم وزراء تكنقراط بأكثر من أن يكونوا وزراء سياسيين محسوبين أخي خالد على هذه الفئة وتلك الطائفة وقيرها هذا الأمر لم يعد موجودا أو مستمرا القضية الثالثة قضية إعطاء الفرصة بشكل أكبر للعنصر النسائي نعلم أن عدد النساء أكثر أكثر المتفوقات والمتغيرات بالمدارس هم من النساء ألا أنه بسبب الجندر لا نظر في مواقع المسؤولية اليوم هذه الحكومة بها العدد الأكبر من النساء ونأمل بعدد أكبر وأكبر وبالتالي أنا أعتقد أنه ما نراه قضية يمكن أن يستفاد منها الآن الكويت بدأت بالفعل تنسق في قضايا تنسق مع حتى المنظومات الدولية الاقتصادية حتى منذ قليل كان في تقرير العربية أحد الوكالات الاقتصادية كانت تنتقس من التصنيف الاهتماني للكويت لأن الكويت لا تستطيع أن تقترض أو تتصرف إلا بموافقة مجلس الأمة وهذه كانت نقيصة اليوم هذا الأمر غير موجود وبالتالي الكويت للمرة الأولى منذ عقود طويلة تسير بالمسار الصحيح على مستوى العمل والإنجاز أيضا السامي يعني بعد مئة يوم ما الذي تم مثلا في خصوص المحاور ليعتمد عليها برنامج الحكومة الكويتية وتطلعات عبارة المواطنة الكويتية يعني التنمية الاستدامة المالية التنويع الموارد أيضا غير النفطية على مستوى تطوير التعليم والصحة البناء التحتية وغيرها من السلبيات التي كانت تعاني منها الكويت شوية ثلاثة سابقة طويلة سؤال جميل جدا أولا لا يمكن لإنسان أن يتوقع لحكومة ما صار لها لمائة يوم أن تصلح دمار خمسين عام تراكمت به كل قضايا التدمير التي تمس الأسس التي تقوم عليها الدول والبلدان يعني كان لدينا فساد كان لدينا إنزال برشوتي بالتعيينات وبالمناصب القيادية كنا مشقولين بأزمة لد أخرى وحكومات لا تبقى تموت بعمر الزهور وغيرها هذه الأمور كلها توقفت بدأنا نرى تعامل جاد مع ملفات حقيقية يعني الفساد وصل حتى إلى الهوية يعني وجدنا أن هناك من يستطيع مقابل مبلغ مالي أن يشتري الانتماء الوطني للكويت الآن بدأ هذا الأمر يعني ينكشف وفي كل يوم يمر علينا يعني سحب لجناسي أو تبعيات ما كانت مستحقة هذا الأمر مس حتى الشهادات الدراسية وشهادات الإعاقة والعلاج السياحي كان بالخارج كل من يدعي المرض استنزاف ضخم لموارد الدولة الآن تحول كل هذا الاستنزاف إلى عمليات التنمية وبالتالي لهذا السبب نرى وزراء تكنقراط بدأنا كذلك تتم إحالة من يسيء للعمل العام أو من يتجاوز أو من لا يخلص بعمله إلى المحاكم وللمحاسبة كذلك كان لدينا قطاع ضخم جدا بسبب تدخلات أعوام مجلس الأمة من موظفين لا يداومون يعني قاعدين فقط بالبيوت وقيرهم يعني يشتقل منذ الصباح حتى المساء الآن في جدية في عملية إرجاع كل هذا الهدر في الموارد إلى الدولة للمرة الأولى نجد أن أمامنا خارطة طريق واضحة تهتم بأساسيات ما يتطلبه المواطن والشعب الكويتي الشعب الكويتي عمره ما كان يطلب قضية الهواء الساخن والأزمات والانسدادات السياسية الآن كل هذه الأمور خلفنا وبدأنا نرى اختيار صح للوزراء بدأنا نرى محاسبة وإعفاء وبدأنا نرى خارطة طريق واضحة المعالم ومرة أخرى علينا أن لا نحاسب أو لا نعتقد حتى أن زمن المعجزات لا زال قائم وأن بإمكان هذه الحكومة بشهر وشهرين أن تقضي على تراكمات عقود طوال من الأعمال الخاطئة طيب متى يمكن أن يلمس المواطن الكويتي إنجاز حقيقي في كل هذه الملفات على الأرض يعني بعد هذا الإعلان والتعديلات والرفع ربما أيضا لكل جهة ربما بوضع برنامج حكومة أنا أعتقد أنه اليوم يعني الكثيرين قاعدين يشعروا بالجدية أخي خالد حتى من الشارع إلى المؤسسات الحكومية الشارع بدأ به انضباط هذا كان لدينا حرب شوارع ولدينا دماء تسيل بسبب التسيب وأنه لا أحد يحاسب أحد هذا الأمر تغير الآن تذهب إلى الإدارات الحكومية كذلك تشعر للمرة الأولى أن هناك جد ويعني ما كان يحتاج إلى أشهر الآن يحتاج إلى يوم أو يومين وتستطيع أن تحاسب من يعرقل أي عمل حكومي إنما كمان علينا أن نتذكر أن في ثقافات موروثة كمان يمكن النقطة التي ذكرت بالتغرير تغرير الأختشاهد المتروك أنه بالفعل كان الوزير مرقم على أن يتولى مسؤولية وزارتين أو ثلاثة أو أربع نرجو بالفترة القادمة أن نرى مزيد من الوزراء اليوم الحكومة ليست مقيدة بخمستعش أو ستعش فليكن لدينا عشرين أو ثلاثين وزير وبعد إنهاء الأعمال يمكن بعد ذلك تقليص عدد الوزراء إنما بالوقت الحالي وعن تجربة وكنت وزير لوزارتين أقول أننا نحتاج إلى مزيد من الوزراء حتى يتفرقوا لأن عدد الوزراء أخي خالد هذا قرر عام 62 كان عدد الموظفين بالدولة كلها مئات قليلة وعدد الشعب أكمل قليل اليوم بعد كل بعد 60 سنة لازال عدد الوزراء نفسه قضية قير عقلانية بالمرة فبالتالي أنا أتصور أنه حتى العدد يفترض أن يزيد ويفترض أن نرى مزيد من النساء ومزيد من التكنقراط ومزيد من الشباب ومزيد من الانجازات بكل تأكيد شكرا جزيلا لك سام النص وزير العلام الكويت الأسبق بالضبط بالضبط هذا الهدف شكرا لك إلى التصعيد في الشرق الأوسط حيث استهدفت مسيارة إسرائيلية سيارة عند مدخل مدينة صيد الشرقي في جنوب لبنان وكما أفاد به مراسل العربية مصادر لبنانية قالت أن العمليات الإسرائيلية تفشلت في استهداف الشخص المطلوب في صيد وهو شخصية تنتمي لأحدى الفصائل الفلسطينية وفق المصادر هذا الاستهداف يأتي بعدما خيم هدوء حذر بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله وتعليقا على رد حزب الله بالأمس قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن رد الحزب أمس على إسرائيل أفقدها قوتها الرادعة على حد تعبيره أضاف كنعاني في منشور على منصة إكس أن إسرائيل لم تتوقع الهجوم المحدود والمحسوب لحزب الله على حد وصفه وقد نشرت وزارة الدفاع الإسرائيلية فيديو لمقالة إنه لطائرات شنت الهجوم ضد حزب الله اللبناني تضمن المقطع اعتراض مسيرة بواسطة مروحية قتالية بالتزامن مع محادثات القاهرة نشرت صحيفة يديعو تحرونات الإسرائيلية تقريرا يؤكد أن الجيش وسع ممر نتسريم الذي يكسم القطع نشرت تقرير صور للأقمار الصناعية تظهر الممر الذي تعمل فيه إسرائيل لإنشاء أربعة مواقع عسكرية كبيرة تتيح إقامة دائمة لمئات الجنود الإسرائيليين وفق التقرير هذا ونقلته سائل إعلام مصرية عن مصدر قوله إن القاهرة جددت رفضها لجميع الأطراف المعنية في المفاوضات بشأن غزة لأي وجود إسرائيلي في معبر رفح أو محور فلادلفي المصدر المصري أكد أن القاهرة تدير الوساطة بين طرفي الصراع في غزة بما يتوافق مع أمنها القومي وبما يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني وشر أيضا إلى أن الوفد الأمني المصري يبذل قصارى جهده لتحقيق قدر من التوافق بين الطرفين وينسق جهوده مع الشركاء في قطر وأمريكا أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن رد بلادي على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران سيكون حتميا غير أنه أوضح في مكالمة هاتفية مع نظيره الإيطالي أنتونيو تاقاني أن رد فعل إيران على الهجوم الإسرائيلي في طهران سيكون حاسما إضافة إلى كونه محسوبا ومدروسا مضيفا أيضا بأنهم لا يخشون التصايد لكنهم لا يسعون إليه على عكس إسرائيل وفق تعبيره لا تزال النيران تلتهم ناقلة النفط سونيون في البحر الأحمر بعد أيام من هجمات الحوثي على الناقلة حسب البعثة التابعة للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر البعثة الأوروبية أكدت أيضا عدم وجود مؤشرات على حدوث تسرب نفطي من السفينة سونيون التي تحمل على مليونان وأنها لا تزال راسية في نفس النقطة في المياه نضم إلينا من بريسة دكتور حسن التليليا المتخصص في التنمية والسياسات البيئية دكتور حسن مرحبا بك معي ما مدى خطورة تواجد هذه السفينة المحترقة حتى الآن في البحر الأحمر في البداية تحية للمشاهدات والمشاهدين شكرا لك وشكرا على الدعوة لحد الآن هذه الحرائق التي نشبت في السفينة هي في الجزء الفوقي وبالتالي حسب الذين يعاينون وحسب البعثة الأوروبية وخبراء الأوروبيون يقولون أنها لا يزال بالإمكان السيطرة على هذه الحرائق ومع ذلك فإن هذه الحرائق تشكل على المدى الطويل وخطرا على الملاحة البحرية في المنطقة لأنها ليست أول مرة تضرب فيها سفينة وتكرار هذه العمليات يؤدي في نهاية المطاف إلى حدوث مخاطر بيئية ثم مخاطر بالنسبة للملاحة في المنطقة ونذكر بأن سفينة أخر روبيمار كانت قد غرقت في شهر مارس وكانت ضربت بصاروخين في التسعة شهر من شهر فبراير الماضي وغرقت بحمولة فيها فوسفات الأمونيا وهي مادة فيها سموم وبالتالي تتسبب في أضرار كبيرة بالنسبة إلى الشعاب المرجانية والموائل الطبيعية ثم بالنسبة إلى الصيادين ولا ننسى أن الصيد البحري جزء أساس من رزق كثير من اليمنيين وبالتالي هؤلاء كانوا قد تضرروا كثيرا منذ انطلاق الحرب وأصبحوا الآن يتضررون أكثر بسبب عدم الاستقرار وسبب مثل هذه الكوارث والحقيقة أن القضية تطرح برمتها على مستوى كل البلدان المنطقة وحتى على مستوى الأمم المتحدة لأن هناك قوة قد أطلقت في أواخر العام الماضي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانية لحماية البلاحة المحرية لا سيما من ضربات الحوثيين ولكنها لم تستطع حد الآن ثني الحوثيين عن مثل هذه الضربات بالنسبة لهذه الناقلة هذه الناقلة حسب المعلومات تحمل 150 ألف طن من النفط الخام أنت تقول أن الحريق حتى الآن ما زال في الجزء العلوي ماذا لو نزلت هذه الألسنة لسلة النهب إلى الجزء السفلي ما طبيعة الخطر الذي تمثله في هذه الحالة يعني إذا نزلت النيران وإمكان انفجار السفينة هي فرضية محتملة وواردة جدا ولكنه بالإمكان تطويق هذه الحرائق اليوم لأن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والقوة الأمريكية الموجودة في المنطقة بإمكانها ولديها الإمكانات اللوجستية والتقنية والعلمية والتكنولوجية لإطفاء هذه الحرائق ولكنها أعتقد بشكل عام لا تعير هذه المسألة حتى الآن الأهمية القصوى ما يهم هذه الدول هو أن تنقل أن تؤمن إلى حد جزء من النفط ومن الغاز ومن البضاعة الأخرى التي تمر عبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن وعبر البحر قناة السويس وأذكر المشاهدات والمشاهدين بأن هذا المضيق وهذا الممر أساسي في العالم هناك تقريبا ثلاثة أو أربع مرات منها ممر مضيق باناما والذي يربط آسيا والسيام الصين بالقارن الأمريكية وممر البحر الأسود الذي يربط أوروبا وإفريقيا بروسيا وبأوكرانيا التي تصدران الحبوب والمواد والأسمد الكيميائية وهذا الممر الذي يؤمن 12% من إمدادات النفط و8% من إمدادات الغاز المسال في العالم وهو أساس لحد الآن لا يتم لا تتم لا يتم الاهتمام بالجانب البيئي والجانب الأمني ونسأل 50 ألف طن من المنطقة والأمن القومي وأقول ما الخطر الذي تمثله يعني خصوصا الكثير يرون بأن هذا يعني كارثة بيئية وشيئة يعني نعم بالإمكان احتواء مثل يعني مضاعفات مثل هذه الكمية 150 ألف ومع ذلك فأكرر وأقول إن تكرار مثل هذه العمليات سيؤدي في نهاية المطف إلى كارثة كبرى لم تحصل حتى الآن وستحصل لا محالة إذا لم تتم إذا لم يتم الاهتمام بهذا الجانب المتعلق بحماية البيئة البحرية من التلوث النفطي ومن تلوث مثل هذه الحوادث والهيئة الإقليمية لحماية يعني بيئة البحر الأحمر وخليج عدن لديها مسؤولية كبرى ولكن مسؤوليتها سياسية بالنهاية أما الدول الكبرى فلديها يعني فهو دين في رقبتها لأن ما يحصل في المنطقة ينعكس سلبا على المنطقة وعلى العالم تقريبا شكرا لك دكتور حسان التليلي المتخصص في التنمية والسياسات البيئية من باريس الرابعة بعد إزالة آثار الانهيارات الصخرية في منطقة جزان جنوب أو بدء إزالة هذه الآثار في منطقة جزان جنوب غرب السعودية أهلا بكم الجديد بتوجيه من القيادة السعودية التقى وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة واستعرض الجانبان خلال لقاء العلاقات بين البلدين وبحثا سبول دعم الأمن والاستقرار في المنطقة بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في سعودية قفز حجم السوق الأمن السيبراني بشكل كبير في هذا العام وصل إلى ما يزيد على 13 مليار ريال هذه القفزة كانت مشتركة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص بحسب تقرير بهيئة الأمن السيبراني الذي أظهر أيضا مؤشرا إيجابيا كبيرا باستئثار القطاع الخاص لما يقترب من 70% من هذا السوق الواعد عالميا خصوصا أنه يسهم في الناتج المحلي الإجمالي بما يتجاوز 15 مليار ونصف المليار ريال رند الشيخ أيضا مع المزيد من الأرقام حيك الله رند الله حيك خالد شكرا لك أكثر من 13 مليار ريال هو حجم سوق الأمن السيبراني في السعودية لعام 2024 حسب تقرير رسمي حديث أشار إلى القفزة التي حققها إنفاق القطاعين العام والخاص القطاع الخاص مشاهدين استأثر بقرابة 70% من مجموع الإنفاق بنحو 9 مليارات و200 مليون ريال فيما أنفق القطاع الحكومي 4 مليارات و100 مليون ريال أي ما نسبته 31% من إجمالي الإنفاق قطاع الأمن السيبراني مشاهدين أثر إيجابا على الناتج المحلي الإجمالي فقد ساهم في نموه بما يتجاوز 15 مليار ريال 55 و50 منها مشاهدين هي مساهمة مباشرة بنحو 8 مليارات و600 مليون ريال و45% منها غير مباشرة بنحو 7 مليارات ريال إن تحدثنا عن الكوادر العاملة في هذا القطاع فقد بلغ عدد العاملين فيه 19 ألفا و600 مختص وكان للمرأة السعودية نصيب المشاركة بنسبة 32% هذه النسبة تجاوزت المعدل العالمي الذي يبلغ 25% قطاع الأمن السيبراني مشاهدين شهد أيضا زيادة في عدد مقدمي المنتجات والحلول والخدمات ليصل إلى 353 منشأة استحوذت منطقة الرياض على النسبة الأكبر منها ب72% تلتها منطقة مكة بنسبة 14% والمنطقة الشرقية بنسبة 10% فقط لكن ما هي أبرز منتجات وحلول وخدمات الأمن السيبراني؟ أمن الشبكات والحوسمة السحابية أو الحوسبة السحابية أمن الأجهزة الطرفية وإدارتها وأخيرا إدارة مراكز عمليات الأمن السيبراني عود إليك خالد شكرا رند وينضم إلينا من استوديوهاتنا أو في استوديوهاتنا من الرياضة المختصة في الأمن السيبراني فهد الدريبي سيد فهد حي أكلم معي في نشرات الرابعة الله يحيي كيف قفز حجم سوق الأمن السيبراني في السعودية إلى هذا الرقم أولا؟ طبعا يتميز الأمن السيبراني وتقنياته بشكل مختلف عن التقنيات الأخرى التقنيات مثلا تقنية المعلومات حلول بإمكانك تسوردها من الدول الخارجية ومنافستها قوية من الشركات الخارجية الأجنبية الكبرى لكن لما نتكلم عن أمن السيبراني نتكلم عن صناعة أشبه ما هي بالصناعة العسكرية فتحتاج توطين الصناعة هذه بشكل كبير وهذا ساهم للمنافسين الصغار وخاصة اللي نسمى مثلا الشركات الناشعة أو الستارتوب أنهم يجدون فرص في السوق السعودي نفسون فيها حتى الشركات العالمية الأخرى بسبب أنها منتج وطني ممكن وثوق فيه بشكل أكبر من المنتج الأجنبي مهما كان حجم الشركة الأجنبية وقوتها لماذا تهتم المملكة العربية السعودية بهذا السوق تحديدا وأين يمكن أن نضعها بين الدول الكبرى في هذا المجال عندما نتكلم عن الدول الكبرى في دول رائدة متقدمة في التقنية بشكل كبير ومن سنوات لكن الأمن السيبراني بحكم اختصاصه وكونه يمس أمن الدولة ومثلنا نعرف الآن التوجهات في الحروب الآن في حروب سيبرانية وحروب عسكرية فضروري أن الدولة تأمن نفسها ويكون عندها حتى كذلك الاكتفاء الذاتي في التقنية هذه فهذه منحة المنافس لا أقول الصغير لكن مقارنة بالشركات الكبيرة المبتدأ من أن يقدر يتقدم بتقنيات وحلول لها قبول في السوق السعودي تأهيل موارد البشرية إلى أي مدى أيضا هذا يعتبر مهم جدا للسياسة السعودية في تلطين هذه التقنية الأزمة الموارد البشرية أصبحت أزمة عالمية قبل عدة سنوات لما بدأ التحول الرقمي العالمي وربما شهدنا أثناء أزمة أو جائحة كورونا اهتمام كبير بالحلول على مبعد وهذا زاد من الحاجة لتأمين الخدمات الإلكترونية في السابق كان عدد المختصين قليل جدا في المملكة لكن الله الحمد للهيئة الألطين الأمن السبراني وكذلك الاتحاد السعودي الأمن السبراني والبرمج والدرون من البداية سعوا بشكل مكثف لتقديم برامج تدريبية وتم إنشاء أكاديمية طويق وعدة معسكرات ساهمت في تطوير الكوادر الآن وصلنا أعتقد إلى ما يقارب 20 ألف مختص سعودي في المملكة وحاجة الأمن السبراني مثل ما نحتاج إكتفاء ذاتي في المنتجات كذلك نحتاج إكتفاء ذاتي في الكوادر البشرية مثل ما نتكلم في العسكريين في الجيش أنت دائما تحرص على أن الجيش يكون من مواطنك المواطنيين للولاء الذي فيهم نفس الشيء لما نتكلم عن الأمن السبراني نحتاج أساكر تقنيين أو أساكر سبرانيين سيد ما تعتمد على شركات أجنبية متقدمة يعني في الأساس في بعض الحلول لا زالت أو كثير من الحلول إلى الآن مسيطرة عليها السوق الأجنبي بشكل كبير ولله الحمد الآن لدينا مسرعات كثير في المملكة الهيئة الوطنية المسبران كذلك بدأت حاضنة أعمال قريبة كلها تستهدف إلى دعم التقنية المحلية وتطويرها لتصبح تنافس التقنية الأجنبية الآن في شركات والله الحمد شركات سعودية كانت قبل عدة سنوات نتسميها شركات صغيرة الآن بعضهم نعرفهم بشكل شخصي بدأوا ما شاء الله يصدرون تقنياتهم من منطقة الدول الخليلية والنمو حتى كبيرة واعدة حتى بدأنا نصدر تقنية لدول الأخرى والنافس لأن هناك حلول الآن مجال الإبداع في الأمن السبراني لأن التقني سهل جدا مقارنة مثلا بالصناعة العسكرية الصناعة العسكرية تحتاج تكاليف عالية هنا التكاليف منخفضة ورأس المالي تحتاجه في البداية منخفض كذلك المستثمرين في السعودية ولا الحمد متعطشين كذلك للاستثمار في التقنيات هذه ممتز فهد دريبي المقتنص في الأمن السبراني شكرا جزيلا لك مع استمرار الحالة المطرية على منطقة جزان في جنوب السعودية وما صاحبها من انهيارات صخرية محدودة في بعض المناطق الجبلية في المنطقة بدأت الجهات المعنية عمليات إزالة أثار تلك الانهيارات ومعالجة أسبابها وما خلفتها المساحة الجيولوجية السعودية دعت يوم أمس في لقاء مع نشرة رابعة إلى توخي الحذر خلال سلوك الطرق الجبلية وقته طول الأمطار في استطلاعي للرأي يقيس مدى رضا العمالة الوافدة بين دول العالم مجرته شبكة الألمانية الشهر الماضي كشف الاستطلاع ارتفاع ترتيب السعودية إلى المركز الثاني بين أفضل الدول للعمالة الوافدة في العالم خلف الدنمارك وجاء ترتيب السعودية حسب الاستطلاع في المركز الأول في المؤشر الفرعي لأفاق العمل واحتلت السعودية المرتبة الثانية عالميا للراتب والأمن الوظيفي والمرتبة السابعة عالميا في مؤشر ثقافة العمل والرضا الوظيفي علي سيد مقيم هندي في منطقة حائل تعرض لأزمة قلب قلبية وجريت له عملية قلب مفتوح بشكل مجاني ابنه شافي جاء من الهند للاطمئناني على صحته وكان في استقباله كفيل والده المواطن صالح المعاشي تقرير التالي وتابع التفاصيل يدخل شافي علي إلى قسم التنويم بمركز القلب بحائل برفقة صالح أمعاشي كفيل والده حيث وصل للتو إلى المنطقة قادما من الهند للاطمئناني على صحة والده الذي تعرض لأزمة قلبية وأجريت له عملية قلب مفتوح ويقضي هذه الأيام تحت الرعاية الطبية التنسيق كان مع عمه بالهند كان عامل عندي بعد أخوه وعالي أتصل بيقالوا لده بيجي يبقى يرافق عند أبوه قلت خلاص تمام متى يجي ورسلي التكتة التذكرة وشفت الموعد وستقبلته من طالحايل أنا أخوف أول ما معاشي في فلوس كلام دكتور أنا مدير كافيتة لا ما هذا ما في فلوس بدون فلوس أنت زي يومين سوفي عملية بالله أسوال هنا علي والذي يعمل سائقا خاصا عند صالح معاشي منذ ثلاثين عاما يؤكد بأنه لا يفكر بالعودة لبلاده بعد تعافيه بل بالبقاء في عمله هنا في السعودية خدمة خدمة بس إلى مائة وخمسين ألف ريال سلم الراجحة العربية حائل في الرابع أيضا بعد الفاصل احبطوا محاولات التهريب أكثر من ثلاثمائة وتسعة واربعين ألف حبة كيبتاجون عبر منفذ في شمال السعودية أهلا بكم الجديد أحبطت تهيئة الجمالك السعودية محاولة تهريب أكثر من ثلاثمائة وتسعة واربعين ألف حبة كيبتاجون عثر عليها مخبأة في إرسالية واردة عبر منفذ جديدة عرار موسيقى نعود إلى موضوع الانهيارات الصخرية في منطقة جزان ينضم إلينا من أحد هذه المناطق في محافظة فيفا مراسل العربية هاني أصفين هاني مرحبا بك هاني ما حجم الضرر في منطقة فيفا جراء هذه الانهيارات والانشقاقات لعل محافظة فيفا في منطقة جزان جنوب السعودية واحدة من المحافظات في المنطقة التي تضررت بشكل كبير ولكن تضررها بطبيعتها التضاريسية وهي منطقة جبلية فقد كانت هناك كميات كبيرة من انهيارات صخرية أغلقت على أثرها أكثر من 14 طريقا رئيسيا تم فتح أكثر من ثمانية طرق بشكل جزئي وهناك أيضا ما تبقى من الطرق التي مغلقة بشكل كلي ولكن ما زالت هناك الجهات المعنية تحاول فتح هذه الطرق من بين أيضا التضرر التي تضررت إليه محافظة فيفا جراء هذه الانهيارات الصخرية الممتلكات للمواطنين وكذلك أيضا تضرر لممتلكاتهم سواء في المركبات أو مشاريعهم التجارية واحدة من هذه المشاريع هو منتجة سياحي لأحد أفراد أبناء محافظة فيفا تابعة لمنطقة جزان جنوب السعودية وهو الأستاذ ناجي الفيفي مرحبا بك أستاذ ناجي نشاهد انهيارات صخرية بشكل كبير نشاهد الانهيار وصل إلى أسفل أيضا الجبل وكان قد أكمل طريقة ما حجم هذا الضرر وما الذي حدث بالضبط إن كنت حاضرا في لحظة الانهيار أهلا وسهلا فيكم وشكرا لتغطية الضوء على مثل هذه الأمور التي قد تكون متكررة عندنا في محافظة فيفا ومحافظة الجبري بصف عامة طبعا الانهيار كان تقريبا يوم 22 صباحا الساعة الخامس صباحا وكان انهيار ضخم بشكل مسموع من مواقع بعيدة كان هذا الانهيار تسبب في تلفيات كبيرة من مزارع وأيضا تسبب في ضرر كبير في المبنى لدينا وهذه الانهيارات التي موجودة لدينا في المحافظات الجبلي قد يكون لها شقين الشق الأول أما تكون كوارث طبيعية من طبيعة الأرض ولكن هناك شق آخر قد يكون التسبب فيه هو الطرق العشوائية التي يتم فتحها بدون أي تخطيط هندسي سواء عن طريق بعض الشركات أو المؤسسات التي تقوم في تنفيذ الطرق قصدك بعض المؤسسات وبعض الشركات الصغيرة التي تقوم بتنفيذ الطرق تقوم بتحويل مجرأ السيول من المواقع الطبيعية التي خلقت لمثل هذه السيول إلى بيوت الأهالي أو مزارعهم ويتسبب هذا الشيء بتلفيات كبيرة ولكن أتمنى في مثل هذه الأمور أن يقوم بعض المسؤولين أو بعض المهندسين بدراسة الأمور الهندسية في طرق فيفا بالذات الطرق الفرعية وأيضا الطرق الرئيسية يعني داني أفهم من حديثك أن هناك كانت بعض مشاريع للطرق بسبب سوء هندستها أو أمورها مشاريع الهندسية من أجل إنشاء هذه الطرق تسببت بأخذ مجرأ السيل إلى منحنة آخر وتضررت به المزارع وأيضا منتجها سواء الطرق أو سواء البلديات أو سواء أحيان الأهالي قد تكون المسؤولية مشتركة ولكن الأودية دائما تكون مصب للمياه والسيول الكبيرة ولكن الشوارع حولتها إلى المنازل والمزارع سؤال أخير كم أنت لك فاتح هذا المنتج السياحي كم كان مداخلك في هذا المنتج أنا ما زلت أعمل في تطوير هذا المنتج إلى أن ننتهي من تجهيزه ولكن بفضل الله زيارات هائلة جدا سواء داخلية أو خارجية ويستقبل عدل كبير إلى أن يتم افتتاحه بشكل رسمي واستير الترخيص والأمور اللازمة شكرا لك سيد ناجي رغم الأضرار التي لحقت في محافظة فيفا ورغم الأضرار من الانهارات الصخرية وكذلك في المحافظات الأخرى من غزارة في الأمطار وأيضا السيول إلا أن أيضا منطقة جهزان هي تتمتع في هذه الأسابيع بمسطحات خضراء كبيرة وكذلك أيضا كما نشاهد في الصور التي التقطتها كاميرا العربية من خلال الصور الجوية المسطحات الخضراء والغابات الخضراء التي لم تشدها منطقة منذ العقود الماضية وإن شهدتها لم تشدها بهذا الحجم وهذا الكم وهذا الإخضرار من المساحات الخضراء الكبيرة والمسألة المنهارات والانشققات أيضا هي معاناة مستمرة لأهالي المناطق الجبلية في الجزان من سنين طويلة وليست متعلقة بالأمطار الحاصلة حاليا عموما شكرا لك من فيفا مراسل عربية درجات الحرارة داخل السيارة تقريبية وغير دقيقة ويجب قياس درجات الحرارة بالمعايير العالمية تقويم مع خالد الزعك درجات الحرارة الموجودة بالسيارات وفي الأماكن العامة هذه تقريبية وليست تحقيقية أي أنها ليست دقيقة الدقيقة هي التي تأخذ على حسب المعايير العالمية والمعايير العالمية تقول يوضع مقياس درجات الحرارة داخل صندوق خشبي وهذا الصندوق مفتوح من جميع الجهات ومرتفع عن الأرض متر ونصف تقريبا وتكون هذه الأرض مزروعة بالحشائش وفي مكان قصي وعلى حسب هذه المعايير لم تتجاوز درجة الحرارة 53 درجة مئوية على مستوى العالم هذا تحت الظل وأعلى درجة حرارة أخذت على كوكب الأرض كانت 56 درجة و7 من 10 في وادي الموت في كاريفورنيا الأمريكية في 10 يوليو عام 1913 ميلادي ولم تتكرر مرة ثانية وعندنا درجة حرارة مقاسة ودرجة حرارة محسوسة درجة الحرارة المحسوسة هي التي تقيسها الأجساد ودرجة الحرارة المقاسة هي التي تقيسها الأجهزة ودرجة الحرارة المحسوسة هي الأهم وتتأثر في حركة الرياح وفي الرطوبة ودرجة الحرارة المقاسة فإذا قلت الرطوبة وتحركت الرياح فإن الحياة تكون معاشة وطبيعية ولو كانت درجة الحرارة المقاسة عالية اللي يعيش تحت جناح غيره عمره ما رايح يطير العناوين رسوم أميري في الكويت يرفع عدد وزراء الحكومة إلى خمسة عشر أربعة منهم جدد استمرار اشتعال نيران في ناقلة يونانية تحمل مليون برميل من النفط في البحر الأحمر سوق الأمن السيبراني في السعودية يتجاوز ثلاثة عشر مليار ريال وثلاث العاملين من النساء ريكم طبي في حائل ينجح في إنقاذ حياة مقيم الهندي في إجراء عملية قلب مرتوح عاجلة النهاية الرابعة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر